مدينة ميتسخيتا اياكم الله فيديو جديد وفي مدينة ميتسخيتا نقول بسم الله ونبدأ فلوق اليوم اكثر شي معروف عن مدينة ميتسخيتا انها تجمع نهرين كورا وراقفي مدينة ميتسخيتا تعتبر واحدة من اقدم المدن المأهولة بالسكان عبر التاريخ يبلغ عدد سكان مدينة ميتسخيتا ما يقارب 20 ألف نسمة رح ناخذ لفه في المكان الجميل هذا وتابع معي الفيديو ميتسخيتا تعتبر مدينة ميتسخيتا واحدة من اقدم المدن في جورجيا وتعتبر من اقدم المدن في العالم المأهولة بالسكان ويعتقد الباحثين والخبراء ان هذه المدينة وجدت من العام 1100 قبل الميلاد وتبلغ مساحة ميتسخيتا 6786 كم وعلى فكرة ميتسخيتا يحدى من الشمال دولة الشيشان وتعتبر ميتسخيتا مفترق طرق بين أوروبا وآسيا من أهم المعالم السيحية في ميتسخيتا دير شيو عبارة عن مجمع معبد كامل من المباني التي قيمت في أحياء ميتسخيتا ويمثل أحد أبرز المراكز الدينية والثقافية في جورجيا إلى يومنا هذا ونقدر في مدينة ميتسخيتا نتجول في الأسواق نتسوق في السوق الشعبي ونتناول الحلوة الجورجية شورش خينلي موسيقى ومن أهم المناطق السيحية في مدينة ميتسخيتا هي قلعة أنانوري واللي ممكن نلاحظ بشكل واضح أنها تقع بالقرب من سد جيفالي وقلعة أنانوري تعتبر موقع سياحي الأكثر أهمية لمدينة ميتسخيتا عبر تاريخ وتم بنائه لأعراض دفاعية من هجمات التتار وكما استخدم لحماية وتغذية السكان في حال انسحابهم إلى الجبال وتمتاز في موقعها الراعي واطلالتها الخلابة على سد جيفالي مع سبب تسمية القلعة بانانوري خلال فترة هجوم التتار على هذه القلعة تم القبض على مرأة تدعى آنا وهي من نوري وسألوها عن موقع النفق ولكن رفضت الناتبوح بأي سر من أسرار هذه القلعة قاموا بتعذيبها وقتلها فقاموا بتسمية القلعة بانانوري احترام وتقدير لهذه المرأة وتخليد لعزمها